وسط غياب الغالبية الساحق من الرؤساء والقادة العربة عقدت الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية في بيروت والتي كان من أبرز بنودها دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين القمة التي لم يحضرها على مستوى القادة سوى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ورد عبد العزيز بالإضافة إلى الرئيس اللبناني مشي العون باعتباره المضيف نقشت مشاريع قرارات أعدها وزراء الخارجية حول 29 بندا مطروحا على جدول الأعمال وبكل ثقاله انعكس ما يعيشه الواقع العربي على فعاليات القمة في ظل مستوى التمثيل المتواضع للوفود المشاركة الرئيس اللبناني مشي العون اقترح في كلمته أمام القمة تأسيس مصرف عربي لعادة الإعمار والتنمية من أجل مساعدة الدول العربية التي عصفت بها رياح الحرب والصراعة الدموية البيان الختامي للقمة دعا للعمل من أجل تخفيف معاناة النازحين واللاجئين وتمويل مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم لكن هل ستجد هذه الدعوات والقرارات نصيبها في التنفيذ أم سيكون حالها حال قرارات القمم الاقتصادية السابقة التي عقدت في الكويت والقاهرة ثم في الرياض والتي لم تنفذ على الأرض جراء الخلافات والحرائق المشتعلة على اتساع الخريطة العربية اعتذار أغلب رؤساء الدول العربية عن الحضور للقمة الاقتصادية في بيروت يبعث برسائل سلبير الشعوب العربية وأسائل أخرى للعالم تحكي تراجع دور الجامعة العربية في القضايا المصيرية